السلام عليكم اهلا ومرحبا بكم عندي واليوم قراءة لعزيزي برج الحود الشمسي والقمر والطلع لشهر جوان او يونيو او هزيران ولا تنسوا انها قراءات عامة ومعممة قد تنطبق على البعض منكم جزئيا او كليا وقد لا تنطبق على البعض الاخر لذلك لا تنسوا استشارات برجكم الشمسي والقمر والطلع غاد نشوف القراءة وغاد نشوف ما هي ناصحات الملائكة وكانت من لكم حظ سعيد حظ سعيد حظ سعيد يا رب الحبيب ولا اتمنى لكم حظ سعيد فقط في هذه القراءة بل في حياتكم يا رب تمنى لكم حظ سعيد لنبدأ بسم الله هذه غاد نخلوها مدام تريد ان تتكلم الكارت فلنتركها نخلوها هنا يا عزيزي برج الحوت في هذا الشهر انا ارى كترة الرزق المادي ستتلقى مبلغ معين من المال لكن خارج الراتب الشهري اذا كنت تشتغل اذا كنت تعمل هذا المال هو عضاء ورزق مادي سماوي ربما انت بسبب الدعاء وكنت تنتظر هذا المال وسيصلك ان شاء الله قريبا في هذا الشهر واخه لمواصل هادي احتها هي تريد ان تتكلم فتعالي معي الجمعية هادي كذلك تريد ان تتكلم معان ثقة نارية كنشوف هنا يا ثقة نارية البعض منكم يحاول فقدان الرزق بعد شهر رمضان البعض منكم يعني تخلى عن الحلويات والنشويات والمعجنات بغي تبعفو مزيان مزيان اذا دمارة ما هي تاقط المرتبطين فهادي بغا تسهضر بيانفوني بيانفوني مادام منواصل عزيزتي بنسبة للمرتبطين انا ارى انك احيانا تشك في الحبيب تشك في الحبيب لانه لا يتكلم عن الزواج وعن الاستقرار نعم وهذا ليس لانه لا يحبك بل فقط عدم الثقة هو يراك انت بحل انسان مقدس يراك انت انسان يعني في الاعلى يعني في العرش نعم يراك كالنجمة يعني عالية وهو يعني يرا نفسه يعني بحلية انت جالسة في العرش وهو قدام رجلك همتوني يعني هو يحس بعدم الثقة وكيحس انه لا يمكنه اعطاؤك ما تستحقه اذا اسباب عدم تكلم الحبيب عن الزواج والاستقرار هي فقط يعني اسباب مادية وخا وليست عدم الحب وهذه الاشياء التي تفكر فيها انت وخا يعني البعض منكم انا ما زلت مع المرتبطين البعض منكم بالنسبة للمرتبطين لديكم علاقة في السر يعني تعيشون يعني علاقة في السر ببما هناك يعني احدكم يعني مرتبط او متزوج لكن البعض منكم بالنسبة للمرتبطين ما زلتم مع المرتبطين عندكم علاقة في السر وانا اتكلم مع الرجال والنساء دائما وانا قراءاتي معامة ما كانت تكلم على النساء والرجال والمتزوجين والكل ونواصل نحن ما زلنا مع المرتبطين قلنا ان المرتبطين البعض منكم هناك شك لان الحبيب لا يتكلم عن الزواج والاستقرار لكن هي فقط عدم اثيقة والبعض الاخر منكم بالنسبة لمجموعة المرتبطين تعيشون علاقة في السر نعم وانت تحتاج لان اوضحها لك يعني مناصر هذه العلاقة يعني عييت عييت انتيا وماذا سيفعل بالطرف الاخر واخر والطاقة بالنسبة هي طاقة ترابية ونارية واخر بالنسبة للمرتبطين طاقة ترابية ونارية واخر بالنسبة للمرتبطين والان سنرى ما هي طاقة العزب ماذا يحدث مع العزب وبالنسبة للعزب انا بالنسبة للعزب هاتي بغير تهضر نخليوها العزب بالنسبة لي يعني كل من ليس لديه علاقة يعني كان المطلقون والارامل كذلك انا يعني ينتمون لمجموعات العزب بالنسبة لي واخر يعني بالنسبة لي العزب هم من ليست لديهم علاقة كان مطلقون او ارامل كانوا ارامل او كانوا ارامل او ما تزوجوش في حياتهم فهمتون هيك واخر اذا لنرى ماذا يحدث مع العزب ماذا يحدث مع العزب ماذا يحدث مع العزب كنشوف ان انسان من الماضي سيعود شخص من الماضي يعني لم يكنش على بالك ابدا لم يخطر على بالك ابدا انه سيظهر في حياتك هذا الانسان واخر ويريده يعني بداية معك يريده بداية معك البعض منكم ربما سيرفضون هذا الانسان سيرفضون لكن هذا الانسان قد يكون زوج يعني زوج بالنسبة للمطلقين ربما هو زوجك يعني زوجك كان زوجك الان لا هذا الانسان سيعود ويريده بداية معك والاخرون يعني هو شخص من الماضي كتعرفوه ان لم تكن تجمحكم معه يعني ما كان عندك محتش حاجة مع هذا الانسان لكن كتعرفوه من الماضي ولم تجمعكم اي علاقة ويريده الان بداية معك وهو معجب بزاف معجب ومهتم بك بزاف بزاف نعم ويريده بداية معك لكن ارى ان انتما ربما سترفضون هذا الانسان هذا الشخص لكن هو معجب بزاف بكم معجب بزاف لكن انت سترفض هذا الانسان سترفض هذا الانسان لا ادري لماذا لكن انت يعني اراك يعني طاقتك هي الكبرية و لا تريد حتى رؤية هذا الانسان مهم شرحه لانتروما لاني يجب ان اتابع القراءة واخر لكن هذا الانسان يريد ان يهب لك حب وانت لا تريد حتى رؤيته حتى وان كانت مع يعني بالنسبة للمطلقين اذا كان زوجك من الماضي يعني لا تريد حتى رؤيته لكن بالنسبة للعزب هو فقط شخص يعني كتعرفوه لكن هو مهتم بزاف ومعجب بك وكذلك لا تريدون يعني لا تريدون شرحوا لانتما تعليقات ماذا يحدث لاني لا افهم لكن هذا ما يقوله هذا الانسان معجب يعود من البعض لكن انت عزيزتي يعني كبرياءك يعني طاقتك هي الكبرياء ولا تريدنا هذا الشخص لا تريدنا هذا الشخص مهم والان لنرى ما هي طاقة المنفصلين ماذا يحدث مع المنفصلين واخر بالنسبة للمنفصلين عزيزتي انت تطلب العدالة تطلب العدالة يعني انت طاقتك هي تعب والارهاق لدرجة يعني ما كتقدرش حتى تنفس لا يمكنك حتى التنفس وانت تدعو الله يعني العدالة تدعو الله يعني ان تحدث ان تحدث معجزة يعني هناك ظلم هناك ظلم وارا يعني خزم وبكاء يعني كي تسد الباب عليك وكي تبكي في الليل لوحدك لكي لا يراك احد وتعاني في صمت حبيبي او حبيبتي تعاني بزت في صمت اتذكر الان اني لم انسيت ما قلت طاقة ديال العزاب بالنسبة للعزاب هي طاقة مائية وهوائية وخة طاقة مائية وهوائية بالنسبة للعزاب مائية وهوائية مائية عقرب حوت مثلك او صرطة وهوائية دلو ميزان وجوزاء وخة هذا بالنسبة للعزاب لنواصل قلنا ان طاقة غير بالنسبة نحن دابع مع المنفصل طاقتك هي الحزن تبكي بزاف يعني عييت بزاف عييت عيتي وتعاني في الصمت تعاني في الصمت وتخفي المشاعر ولا تخبر احد بهذه المشاعر لا تخبره احدا يعني تخبيها غير الرزق نعم هذا يعني هذا الحزن الكابير وهذا الالم الذي كتحس به عزيزي برج الحود جعلك تفكر يعني تفكره بتغيير هذه الوضعية المؤلمة نعم وعيتي من هذا الانتظار الطويل عيتي وتطلب يعني العدالة السماوية وهذه انت يعني الحكمة بدأت تتصرف بحكمة وقد تفكر في نفسك قليلا لانك يعني انت مظلوم ومع ذلك ما زلت تفكر في هذا الانسان هذا غير عادي يعني هذا الانسان ظلمك بزاف نعم انت تصرفت مع هذا الحبيب بإلحاح وإصرار يعني لم تستسلم كتحبه بزاف ولم تستسلم لكن لم ترى اي نتائج لم ترى اي نتائج يعني ايجابية فقط رأيت تجاهل وهروب وظلم نعم انت عيشت ظلم وهذا تفكير في هذا الحبب ليلة نهار ترى انه يعني يسرق من طاقتك يعني نزف نزف مهم ما تدروش عليا وما تضحكوش عليا يعني استنزاف نعم استنزاف الطاقة استنزاف الطاقة يعني بقيت بلا طاقة ما تقدرش حتى تنفس لسبب هذا الآلم والآن بدأت انت تركز تركز يعني انت تصرفت بحال مجنون انت يعني الكفاح من أجل هذا الحبيب والإصرار والإصرار وهذا كرت المجنون يعني البراءة ديالك تجعلكها تتصرف يعني كتبع غير قلبك نعم ودابا الامبراطور تريد ان تتحكم في هذه الوضعية يعني كرت الامبراطور تريد ان تكون انت امبراطور حياتك يعني انت من يسيطر على حياتك وليس هذا الآلم وهذه المشاعر التي يعني ما تدك حتى لشي بلا صار فقط لذكاء والحزن واخا يعني احس بمعاناتكم وكان تقفر معكم بزاف واخا اذا لماذا الان ماذا ستفعل عزيزي بداية جديدة انت الان ستتحرك لكن بطريقة اخرى بداية جديدة ما زلت تحبه ما زلت تحبه ولم تفقد الامل هو هو كذلك يحبك لكن هو يعني طاقته هو العاشق الاناني نعم انت طاقته الان هي التغيير ماذا يعني ذلك يعني الاختفاء انت الاختفاء والعزلة هذا يعني ستتحرك هذا يعني ستتصرف بطريقة اخرى لماذا لتدافع عن نفسك نعم هذا كارت الشيطان تقول الحركة لكن حركة مختلفة نعم حركة مختلفة لصالحك نعم انت تغير طاقتك وتفكر في نفسك قليلا وتفكر في نفسك يعني بدأت تحب نفسك قليلا وماذا سيحدث مع هذا الحبيب ماذا سيحدث ماذا سيحدث هذا الحبيب سيعني هو سيبحث عنك لترفع معنوياته لانك اختفاءك وابتعادك يعني كينزل المعنويات دياله يعني هذه انانية الحاشق من جديد نعم لماذا لانه هو دائما واثق انك هناك دائما يفعل ما يشاء يذهب ويعود لانه يعرف انك دائما تنتظره مثل كما اقول دائما مثل ماء البئر يعني هو عندما يعتش عندما يعتش يذهب للبئر يحمل الماء وكيشرم والان انت صرت مثل النهر يعني ماء النهر التي تسافر ولا تبقى ولا تستقر في مكان اخر نعم وهذا سيجعله هو يعني نعم شوفوا والله سبحان الله العظيم شوفوا يعني اقشعر يعني شوفوا اش غادي يدير الحركة غادي يجيب الحمق العربة يعني سيتكلم ماش غادي يتكلم سيأتي سيأتي يعني هناك تواصل اكيد لماذا لانه يتألم نذكر المشاعر والمعنويات دياله لانك لست هناك ماذا سيفعل العربة سيتصل بك كانت قراءة جميلة جميلة وقوية الله بنسبة لطاقات المنفصلين هي طاقة مائية مائية وكذلك وكذلك هوائية مائية وهوائية نعم مائية وهوائية وكذلكم مائية هوايية ونارية نعم لكن المهيمة هي المائية والهواية والخاص كانت قراءة جميلة كانت قراءة جميلة وبزق الله لا احس بالطاقة الله كانت قراءة مؤثرة قراءة جميلة ومؤثرة جميلة بزق كانت سgebenين بهذه قراءتكم يعني تساعدكم وتتمنى ان تساعدكم يعني القراءات قراءة طارد لا تعطيكم الحلول ولا تقول لكم كيف يجب أن تعيشوا لكن تعطي لكم إشارات وعلامات لكي تساعدكم في هذه الحياة خاصة الحياة العاطفية ما هي النصيحة السماوية وملائكة الحب تقول أنت لديك القدرة استعمل قدرتك لإيجاد حلول لهذه الوضعية يمكنك فعل ذلك وهذه تقول تعطي فرصة لهذه العلاقة يعني انحي له وقت انحي للحبيب وقت انحي لحبيبك وقت انحي لحبيبك وقت أنت تستحق الحب تستحق الحب أنت تستحق بأن يحبك تستحق بأن يحبك يعني ما رأيناه في القراءة يعني ستقدر نفسك أنت مدم الآخر لا يقدرك فقدر أنت نفسك فأكيد أنه سيغير يعني عقليته وهو سيبدأ في تقديرك واخا كانت مننا لك كانت مننا يربي تستفدوا من هذا القراءة وتساعدكم ولو قليلا وكانت مننا لكم الخير يا رب كانت مننا الله يحميكم الله يخليكم ليه كان حبكم بزاف كان حبكم بزاف شكرا على تعليقات ديالكم حتى أنتم ما ترفعون من معلوياتي من خلال كلامكم الجميل واللطيف كان حبكم بزاف أنا أعرف أنها يعني كلامكم كذلك صادق وكذلك أنا مشاعري صادقة تجاهكم كان نبغيكم والله العظيم كان نبغيكم كانت مننا لكم الخير كانت مننا لكم الخير كانت مننا لكم الخير كانت مننا لكم بالخير أقولها ثلاث مرات واش تحقق يا ربي الحبيب شكرا لكم